رحل عبد ناصر رفق معاناتها وبقيت سلمة برفقة أطفالها الخمسة تواجه الجوع والمرض هنا في هذا الكوخ الذي احتوى بداية المعانات قبل أكثر من عام كانوا يقيمون فيها جميعهم حيث مثل للأسرة النازحة من محافظة تعز المأوى الذي أقامه الأب في منطقة الطميسي شمال مدينة زنجوبار معايا يا أخي يعني ثلاث بنات وثنين أولاد خمسة وما معانا أي حاجة لا طرابيل نشتري مشترى الطرابيل لا فراشات ولا معانا حاجة المحالة المعيشية أولادنا قل لك والله نشحة الصيقة بعد نزوحهم من مديرية مقبنة بمحافظة تعز بسبب الحرب استقروا في مدينة زنجوبار بمحافظة أبيان وهو أيضا المكان الذي تفرقوا فيه حيث قرر الأب إنهاء حياته حرقا بعد أن عجز عن تحمل المعاناة وصعوبة توفير الغذاء لأطفاله فاختار الطريقة التي ربما تكون أخف وجعا من الشعور بالعجز أمام معاناة أسرته وهم يتدورون جوعا هذا واحد من تعز نازح شيبة لا قابوله لا أي حاجة حرق منهم بسبب الضباح استرحة شحات السوق على قهار معه وخمسة أطفال ولا قابلهم أي حاجة ما فيه عمل لهم واشي عمل الدنيا ضباح مااشي عمل لا عمل لا هنا ولا هنا ولا فيه أي حاجة نقري نروح كذا نروح كذا ندور عمل مااشي عمل الدنيا مااشي مع الحروب مع الأزمة مااشي عمل يتسع الحرمان على هذا المخيم بعد أن مثل ملجئا لأكثر من خمسين أسرة نازحة من محافظة تعز لا شيء يتجسد أكثر من صعوبة الحياة وقسوتها إذ يبقى التعب رفيقا لا يغادر المقيمين خصوصا بعد عجز الكثير منهم عن إيجاد فرص عمل تساعدهم في إعالة ذويهم وتحول النزوح إلى مأساة يحاول الأطفال التعايش معها مع كل كسرة خبز يحصلون عليها عايشين عيشتنا الله أعلم في حالنا عيشتنا قد قمش شوفوها صعبة ومعانا أطفال لا درسة ولا أكل ولا شرب حالتهم حالة يقور الدواء زي الناس والماء الماء لالآن حتى مش متوفر نجيب الضباب والواحد لما يمرض نضطر أننا على غلط الناس أي حاجة نبيع لا معاك لا مش معاك هناك القاهل يمون وجعوا النزوح الصورة الأخرى من الحرب الدائرة في مناطقهم حيث يحمله النازحون عميقا كعمق جراح هذه الطفلة التي أصيبت بشضايا قصف الميليشيا قبل نزوح أسرتها برفقة الكثيرين إلى محافظة أبيان في رحلة للبحث عن مكان يجنب الأطفال خطر الموت لكن الجوع برز كقاتل متسلل يبدو أشد خطورة ووجعا لطفي إبراهيم قناة بلقيس أبيان ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنقر شكرا